دول فترة حكم المخلوع بقيت جامعة عدن الصرح العلمي الأكبر والأهم في الجنوب خارج دائرة الاهتمام وهكذا تركتها بيليشياته والميليشيات المتحالفة معها عقب تحرير المدينة قبل حوالي عام ونصف جامعة عدن استهدفت بشكل مباشر ومنها كما لاحظت ديوان رياسة الجامعة تضررت نحن قسمنا الأضرار إلى ثلاثة أقسام أضرار جسيمة متوسطة وخفيفة معظم المباني لجامعة عدن استهداف مباشر أضرار جسيمة ومنها ديوان رياسة الجامعة منها مباني كلية الحندسة وكلية الطب جزء منه غير أن الصورة اليوم تبدو مختلفة بشكل كبير فالجامعة لم تكتفي بالتعافي السريع واستعادة أنشطتها في مختلف كليتها بل راحت تدشين مرحلة جديدة في تاريخها البالغ أربعة عقود مرحلة تتضمن فتح مجالات وتخصصات علمية جديدة وحديثة تهدف قيادة الجامعة من خلالها إلى مواكبة التطورات العلمية وفتح آفاق أوسع أمام منتسبها كما تتضمن أيضا عادة تقييم ومن ثم تحديث المناهج في مختلف التخصصات اليوم نحن على أعتاب هذا العام الدراسي هناك جملة من الإقراءات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجالس الجامعة المتلاحقة منها أعادة الإعمار، أعادة التنمية، أعادة النظر في كثير من المناهج وطرق التدريس في الجامعة لتتواكب مع العلم الحديث وأيضا لما يقدم أيضا المجتمع ربط الجامعة مجتمعيا بشكل عام وخلال العام المنصرم 2016 اتخذت الجامعة قرارات بتأسيس أربع كليات وافتتحتها بالفعل وهي كليات الإعلام واللغات والعلوم وعلوم القرآن بعد أن كانت هذه التخصصات عبارة عن أكسام فرعية ضمن كليات أخرى فيما تجري الترتيبات لتجين تخصصات علمية غير موجودة حاليا ضمن كليات الجامعة خلال العام الجاري رغم ما حل بها من تدمير كبير على يد ميليشيات الإنقلاب إلا أن جامعة عدن استطعت أن تنهض من جديد وهي اليوم تبدأ نقلة نوعية في تاريخها يرى البعض أنها رؤية طموحة أكثر من اللازم قياسا بما تعانيه البلد من ظروف غير أن رئاسة الجامعة تؤكد أن رؤيتها مدروسة بعناية كبيرة صلاح باللغبر الإخبارية من جامعة عدن